بعد تعرض حزب الله اللبناني لأقصى الضربات الإسرائيلية وأكثرها خطورة منذ عقود في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أسفرت عن مقتل أمينه العام حسن نصر الله تتوالى الدعوات الدولية والأممية لخفض التصعيد في المنطقة ووقف إطلاق النار وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان الاشتياح البرية الإسرائيلي للبنان أمرا حتميا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت قد حان لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان وذلك بعد حملة القصف الواسع التي شنتها إسرائيل على معاقل حزب الله من جانبها عربت الحكومة الكندية عن قلقها البالغ ذات تصعيد العسكري المتزايد بين تل أبيب وحزب الله داعية إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود مؤكدة في الوقت نفسه تقديم مساعدة إنسانية لدعم النازحين اللبنانيين المتأثرين بالصراع وفي ظل تصعيد المتبادل بين حزب الله وإسرائيل انضمت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الحلفاء إلى دعوات كندا مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الوضع في لبنان وغزة وفي السياق أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعمه الكامل لوحدة لبنان ورفضه لأي انتهاك يهدد سيادته داعيا في الوقت نفسه إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة